كما نقشت من جهة أخرى ملف الأزمة السورية وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي مغة التوصل لتسوية سلمية على أساس إعلان جينيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 ورفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى لفرض الأمر الواقع سواء عبر انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديمغرافية قصرية هناك اتفقنا كذلك على استمرار التعاون والتنصيق بيننا لمكافحة زهرة الهجرة غير المشروعة والعمل مع دول المنطقة على إيجاد حلول لجزور تلك الأزمة وبصفة خاصة تسوية الأزمات والنزاعات القائمة بالمنطقة والتي تعد المحرك الأول لتلك الظاهرة فضلاً أهمية تقاسم أعباء مسؤولية تلك الظاهرة بجانب تشجيع زيادة الوعي العام تجاه سبل وقنوات الهجرة الشرعية والفرص الحقيقية المتاحة في هذا المجال بما يسمح للمهاجرين الشرعيين بالاندماج في المجتمعات المختلفة وتحقيق الإضافة الإيجابية المرجوة منها كما بحثنا مع فخامة رئيس رومانيا الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة الإرهاب وأهمية العمل على تكفيف منابع تمويله ومجابهة الجهات الرعية للمنظمات والكينات الإرهابية والتي توفر الملازل الآمن والمنابر الإعلامية والسلاح لعنصة تلك المنظمات والكينات مع تأكيد أهمية دول المؤسسات الدينية المصرية في نشر قيم الاعتدال والتسامح وزيادة الوعي تجاه مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة شكرا